مين منكم يا شباب خلص تحديات من الاسبوع رقم اداعش اللي هو كان الاسبوع الاول معنا من تحديات الاكس بي على ثلاثمائة الف اكس بي اللي انا شرحته المقطع الماضي وهل استفدتوا فعلا من الفيديو وستفدتوا من المقطع اللي هو كان عن شرح تحديات الاسبوع اداعش تبع الاكس بي اكتب لي بالتعليقات لحتى عارف شو رأيكم بهدول التحديات فان شاء الله بهذا المقطع معنا التحديات الجديدة اللي هي باسم تحديات رقم اتناش او الاسبوع اتناش او متل ما بيقولوا عليها تحديات الاسبوعية للأكس بي بالاسبوع التاني للسيزن فور شابتر تو. فازن انت اول مرة عندي تشاهد فيديو على القناة. تعرف لايك وسبسكرايب والأساس الحلوة. شكرا لكم عالدعم يا شباب. حبنتنا نوصل لعشرين الف بتمنى تلعمون فيها. وكوالدعم بالقاتم شوب نيموت سعى لزار امامك ويلا مع بعض. فلا والله بسكنا نطابق الارضية وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات الاسبوعية اللي هي لح تكون معنا حاليا لسه صفيان معنا هلا اسبوعين. الاسبوع الاول والاسبوع التاني هلا لح اشرح لكم يا. والاسبوع الاول شرحت لكم يا فيديو ماضي الخميس الماضي. وهلا صفيان معنا الاسبوع التالت والرابع اللي هو لح يكون اسبوع تلتعاش واربطعش للسيزن فور شابتر تو. بدي لكم معلومة كمان انهلا حاليا صفيان تقريبا للسيزن شي 18 يوم لا يخلص. فهلا بدنا نخلص هذا الاسبوع. وبعد منه في بعد منه اسبوعين ان شاء الله لح يكونوا لح نخلصه وناخد الاكس بي نفسه. يعني هلا حاليا معنا 300 الف اكس بي لحشرح لكم يا بي ايضا مقطع الاسبوع اتناعش او الاسبوع التالي من تحديات الاكس بي لسيزن فور شابتر تو. بالنسبة للتحديات متل مزار امامكم هنه نكتار. وفي بعض التحديات لح تكون عبارة عن ستيج اول وتاني وتالت متل ما اتعود من الاسبوع الماضي. يعني التحدي بيطلب منك تعمل شغلة بعد منه نفس الشغلة ولكن بيرفع لك الليفل تبعه. انا لحشرح لكم ياهم بالترتيب. ولحشرح لكم اول التحديات اللي بيطلب منكم ستيج وان لستيج سري اللي هو بيكون على ثلاث مراحل التحدي وبعد منه انتهي لاخر تحديين اللي بيكونوا لحالكم. التحديات اللي هي بيطلبوه منك انت مع اصدقائك بتقدر تساعدوا مع بعض عادي. فعلي لو انت شيف التحدي صعب عليكم ومستحيل تساوي لحالك عادي كل التحديات تبعات الاسبوع بتقدر تساوية مع اصدقائك والسيكوات تبعك. اي شي بيعملوه السيكوات تبعك بنحسب اليك وبنحسب اليك. باعتزر اني طولت وخلينا فوت عالتحديات بشكل كامل. بالنسبة للتحديات ها هي الصورة كلات اللي حسسم لكم ياها انا بالنسبة للي. بالنسبة للتحديات اول تحدي معنا اللي هيكون عن ثلاث استيجات. لح يكون منك انك بيطلبوا منك تدمج باستخدام الشوتغان. متل وزارة امامك هدا هو التحدي الاول والتالي والتاري تبعه. كله اللي بيطلبوا منك انه هنه يتدمج بالشوتغان بس انت تمسك الشوتغان وبتدمج فيه. اول دمج بيطلبوا منك الف دمج باستخدام الشوتغان اي شوتغان كان اي لون الايبك العادي اي شي كان. وتاني استيج بيطلبوا منك انك تدمج بالفين وخمسمية بالشوتغان. والثالث ستايج يطلبه منك exponential damage uh unbelievable بالنسبة للتعدي الاول مع ثلاث مستيجات طبعه بالنسبة للتحدي الثاني بيطلب منك انك هلأ اسلحة مختلفة هلأ اول شي بيطلب منك انك انت تقتل باللون الارمادي مثل مظاره امامك بيطلب منك تقتل سبع اشخاص باللون الارمادي وهي جميع ترتيب الالواب بالنسبة لل اسما�� والثاني بيطلب منك باللون اللون الازرق كمان تقتل سبعه ثالث يطلب منك تقتل من اللون يلي هو بنفس جي سبق اشخاص. يعني يطلب منك تقتل سبعة وسبعة بسبعة. يستخدام الاسلحة البيضاء اول شي وتاني شي باستخدام الاسلحة الزرقاء. وثالث شي باستخدام الاسلحة طبيعي. هي بالنسبة للتحدي التاني واللاثلت م Villa تهيب طالب النسبة للتحدي التي بطلب منك يا شباب انك انت تدمج باستخدام شفرات الليتشوبا. شو هي اللي Oui disproportionately موزع كافة انحاء الموضوع امامك. بتاخد الطيارة وبتروح بتركب الطيارة وبتفوت بشخص بتدمجه باستخدام شفرات الطيارة. اول شي بيطلب منك خمسين دمج كتير موضوع بسيط. التاني شي بيطلب منك مية وخمسين دمج. وتالت شي بيطلب منك ميتين وخمسين دمج باستخدام شفرات اللي تشوبها. هاي اللي تشوبها الطيارة زهرة امامك. بتفوت بالشخص بالطيارة وبتروح بتدمجه وخلص الموضوع. هادا التحدي بيكون التحدي ثلاث. والنسبة للتحدي الرابع يعطي que تصيد السمك عشرة مرات بشكل طبيعي. بشكل طبيعي. بتاخد اي صنارة وتصيد عشرة سمكات. مشارط بالصنارة ممكن و لكن لما يرفعو لك على الصراع اللي بعدو. يطلبو منك طلب يريدك تسجيده بعشر سمكات باستخدام الصنار اللي برو. ما هو الصنارة اللي برو؟ يعني تجي معدلة تعجي لونه زرقة هيك واكبر من التاني العادية اللى had 얼마 Separi في كده ليك انك انت بتاخد هاي الصنارة وبطيط بتصيد عشر سمكات بهاي الصنارة تمام يال شباب اول شي بيطلب من ناك اي صنارة او هاربون عادي وتالت شي بيطلب منكутьك cal 10 سمكات ولكن بصنارة اللى اللى هي اللون الزرقة وتالت شي بيطلب منك بقى تصيد عشر سمكات باستخدام الاسلحة المتفجرة باستخدام الاسلحة المتفجرة انا حاولت جب لكم الاسلحة المتفجرة اللي حاليا موجودة معنا بالسيزن فور شابتر تو اللي هو ما في غيره الروكت لانشار او الار بي جي متل ما بيقولوا عليه اللي ظاهر امامك. ولكن بتقدر انت تجرب بتجربات تانية انا اللي حقلك عليها من عندي. بتقدر تصيد سماك باستخدام القارب يعني انك انت تضرب القارب او تضرب بالقارب يعني الصاروخ تبعه وتصيد فيه. وبتقدر كمان انك انت تجرب القنابل اللي هي اللي ظاهرة امامك. طيب انت الموضوع كتير بسيط. بتمسك الار بي جي او بتمسك اي شي كان متفجر تضربه على الوقع البيضة اللي بتكون عند المي وبتصيد السماء. هلا هو الروكت لانشار اكيد مية بالمية بنحسب له. ولكن القنابل هي اللي العادية والقارب ما لي متأكد منه لانه هدول ما بعرف ازا بنعدلوا الاسلحة المتفجرة ولا لا. ولكن هو بالروكت لانشار بشكل عام. فاكتب لي التعليقات انت لو جربت بالقارب ومش الحال لحتى نعرف بس بتساعد الناس اكتر اكتر. تمام لحد الان هادا التحدي الرابع بيطلب منك تستيجار. وبالنسبة للتحدي ما قبل الاخير هدول اتنين مفصولين عن بعض. التحدي الخامس او التحدي ما قبل الاخير بيطلب منك كتير شي هيك صعب وغريب جدا ما ام بفهمه شو هو. ولكن الموضوع ايزي عليك هو مرة واحدة وخلص الموضوع. التحديات بدي اك تركز لك فيه بتاخد عليه خمسين الف اكس بي. حتى اذا ما قبلك تعمل تحديات تاني عمل هاد لانه كتير سهل وعلي خمسين الف اكس بي وممتاز جدا. هادا التحدي يا شباب بتنزل انت ورفيقك بالجيم. انت ورفيقك دو مسلا بتنزلوا بالجيم مع بعض. كل عليه انه رفيقك بياخد الغاز اللي ظاهر امامه وبيطلع على مكان عالي. بيرمي لك يا وانت كل عليك انك انت تقوس عليه او تضرب عليه لبرميل الغاز قبل ما ينزل على الارض ويتفجر عادي. متل مزار امامك والمقطع التوضيحي. اول شي صاحبك بيمسك برميل الغاز بيرمي لك يا من مسافة عالية. وانت كل عليك انك انت يتدمج هذا البرميل هو ونازل بصير بيشتعل النار ولما ينزل بينفجر لحاله. هادا هو التحدي. حاول اشرح لكم يا قدر المستطاع. وكمان لو حابب انت تتريبه بالتعليقات اشرح لك اكتر ما فهمت على هشتي. بشرح لك اكتر وبحاول ساعدك اكتر واكتر. هادا التحدي سهل جدا بيطلب منك مرة واحدة. فحاول ساوي خود لخمسين الف اكس بي زي ما افضل تساوي الشهرات الثانية وبتطول معه. وبالنسبة للتحدي الاخير معنا يا شباب. التحدي الاخير سهل جدا بتقدر تخلصه انت وعم تلعبه مع الوقت عادي. هادا التحدي بيطلب منك انك تستهلك تلاتمية من عناصر الارض. شو انن عناصر الارض يعني ما عناصر الارض اللي هنه التفاح المشروم الدراء كل شي بالارض بتلاقي اللي هي من الفواكه او انواع الفواكه اللي بتعطيك هيل او شي او بتسرعك مثل الفلفلة. بس كل منا تلاتين واحدة اي نوع من الانواع دول. ومع الوقت مشرط بجيم واحد يعني امتى ما بدك بيقدر تساوي. وكل ما هتاقل عنصر بنحسب لك بكزا يعني عادي. هادا هو بالنسبة للتحديات كل هذا. ازا اي شي فيه مو مفهوم انا بساعدكم اكتر بالتعليقات. وبعتزر عن تطويب المقدمة. ولو محتاجين شي برد بقلكم اكتبولي بالتعليقات. وكود دعم بالايتم شو بلي منتسعة. اللي زاير امامك. وبعتزر جدا انا عن التأصير بالبس المباشر على الفيسبوك وعاد ديسكورد على التأصير والقصص هاي. ولكن حاليا انا مش غول جدا وتعرفوا انتو رجعي الشغل وهالموضوع هاد. لان الفترة كانت ايام الكورونا والقصص هاي وحظر. هلها الحمد لله رجع الموضوع وصار في شغل وانا هم بشتغل وهيك اللي صار عنا كزا شغلة هم نساوية. فبعتزر عن التأصير على البس المباشر. هم حاول لوفق بين القناة والشغل. وشكرا لكم طبعا انتو على الدعم الخرافي اللي هم يصير اخر فترة على القناة. وعاريت موصل عشرين الف قبل نهاية السنة. مو صفيان شي تقريبا صفيان شي الف او الفين هيك شي تقريبا. شكرا لكم يا شباب وبرعاية الله. اشتركوا في القناة.